هقول لكم خطوات عملية عشان تحفظ على شعرك من التساقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة ايا طبيبة امراض جلدية معروف ان شعر المرأة هو تاج المرأة فعشان كده بتتكلم عن التساقط بس احنا عايزين قبل ما نبتدي في موضوع التساقط نعرف ايه الفرق ما بين التساقط المرأدي والتساقط الطبيعي التساقط الطبيعي اللي هو بيكون اقل من 100 شعر يوميا اما التساقط المرأدي فده اللي بيكون اكتر من 100 شعر يوميا بس هنعرف شوية معلومات وشوية خطوات عشان نحافظ على شعرنا من التساقط وما نكونش احنا سبب في التساقط ده اول خطوة معانا هي تمشيط الشعر يكون الشعر غير مبلول لان طبعا الشعر المبلول بيكون في اضعف حالاته الافضل يكون من الاسفل للاعلى يعني نبتدي بالاطراف وبعد كده هات نبتدي نعلى نعلى لحد ما نوصل لفروة الشعر مش العكس ويكون بمشت خشبي اسنان ووسعة وبدون ما نجرح في فروة الرأس يعني ما ينفعش مشت بلاستيك لانه هيهيش للشعر وكمان ما ينفعش تبقى اسنان وديقة لانه هيزوت طاقط الشعر تاني خطوة معانا هو غسيل الشعر بالمية والشامبو مرة المرتين في الاسبوع للشعر الجاف ومن مرتين لتلات مرات في الاسبوع بالنسبة للشعر الدهني وممكن اضافة مرة او اتنين كحدة اقصى بالمية فقط طيب بالنسبة للخطوة التالتة الشامبو الشامبو بصفة عامة لفروة الرأس وليس للشعر ليه نستخدمه بقى لفروة الرأس مش للشعر احنا منستخدمه لفروة الرأس عشان ننظفها من الديون والزيوت الملتصقة بيها انما لو استخدمناها على شعر هيسبب جفاف للشعر الشامبوهات اللي خليها من السوديوم سلفيت هو دي اعتبر الافضل ومبتسببش جفاف للشعر الشامبوهات العلاجية مفروض انها تتساب على الرأس على الاقل من خمس لعشر دقايه قبل ما نشطفه بالمية وطبعا نبعد عن استخدام الصابون لغسل الشعر كنت نوهت قبل كده في فيديو هسابولكو في صندوق الوصف ليه الصابون ممنوع لغسيل الشعر حتى لو كانت صابونة فيها زيوت رابع خطوة معانا هو البلسم مهم بعد الشامبو نمنع جفاف للشعر البلسم عكس الشامبو يعني بيكون للشعر نفسه مش لفروة الراس اختاري بلسم يكون بالزيوت الطبيعية افضل خمس خطوة معانا الزيوت الزيوت مهم للشعر الجاف او الهيش لزياد الترطيب الزيوت بتستخدم على شكل حمام زيت مرة او مرتين في الاسبوع اهم الزيوت للشعر هو زيت الخروة زيت اللوز الحلو زيت الزتون للشعر الهيش يستخدمي زبطة الشاي على شكل حمام كريم مرتين اسبوعيا وكنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن طريقة صحيحة لعمل حمام الزيت وعمل حمام الكريم هسابلكو الفيديوهات ديه برضو في صندوق الوصف للشعر الهيش هتستخدمي زبطة الشاي على شكل حمام كريم مرتين اسبوعيا لان فيه ناس تقولك لأ انا هزود بقى من الزيوت عشان هشوف نتيجة احسن لأ انتي كده بتعمني زي طراكم للزيوت ديت وبتسهلي دخول الفطريات لفروة الراس اللي بتتغسى اصلا على الزيوت الفيتامينات مهمة جدا 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 لنمو الشعر الشعر بيحتاج في تجوينه المجموعة من الفيتامينات زي الفيتاميين بيه المركب وفيتاميين دال وفيتاميين الف بالاضافة دبعا لمجموعة من المعادن والاحماض الامينية الاساسية لذلك لازم التغذية الجيدة والمتوازنة والاكسر من الخضرات والفاكهة التازجة مع اضافة بعض المكملات الغذائية على حسب النقص اللي موجود عندك طوى معانا هو فقر الدم او الانيميا والحديد اساسي في التحليل في حالات تساقط فقر الدم خصوصا في السيدات لو هو اقل من 12 وبالنسبة للحديد او الفيتام لو اقل من اربعين بتأثر جدا الشعر ساعتها بتتابعي مع طبيب وبتاخدي العلاج المناسب لك عشان ترفع نسبة الهوموجلوبين ونسبة الحديد وكمان تهتمي بالاغذية الغنية بالحديد زي اللحوم الحمرة والكبدة والطمر والعسل الاسود والبزنجان والتفاح والكمترا نحاول بقى نلخص كل اللي احنا قلناه اول حاجة همشط الشعر بمشت خشبي ويكون والشعر غير مبلول تاني حاجة غسيل الشعر هيكون بالمية والشامبو من مرة لتلات مرات على حسب نوع الشعر تالت حاجة الشامبو يكون خلي من مادة السوديوم صالفيت وكمان نبعد عن استخدام الصبون رابع حاجة البلسم مهم جدا بعد الشامبو عشان يمنع الجفاف وهنستخدم البلسم المكوم من زيوت طبيعية خامس حاجة بالنسبة للزيوت هنعمل من مرة لمرتين في الاسبوع كحمام زيت ولو الشعر جاف ممكن نستخدم زيب تيدي الشاية كحمام كريم بالنسبة للفيتامينات مهمة جدا للشعر نهتم بالخضرات والفكهة بالنسبة للانيميا وفقرة دم نهتم بالتغذية اللي بتحتوي على الحديد ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير ليه ولو لسه مش تكتوش في القناة ياريك تشتركوا وتفعالوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي أبن نزلها وشكرا اشتركوا في القناة